موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأها على حضراتكم مختار الفقه والبداية بأبرز العنوين موسيقى إدانات واسعة لاستهداف أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين في صنعاء واستمرار موجة العداء الحوثية للصحفيين موسيقى رئيس هيئة الأركان يدشن فعالية في مناسبة أسبوع المرور العربي ويوجه باستكمال ترقيب المركبات الخاصة بالقوات المسلحة موسيقى أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم أدان التجمع اليمن للإصلاح حادثة استهداف أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين محمد شبيطة في العاصمة المختطفة صنعاء أمس الثلاثاء ودعى نائب رئيس الدائرات الإعلامية الناطق الرسمي للإصلاح أدنان العديني دعى الوسط الإعلامي لإدانة جريمة الاستهداف متمنيا الشفاء العاجل لأمين عام نقابة الصحفيين محمد شبيطة واعتبر العديني استهداف أمين عام نقابة الصحفيين نتيجة طبيعية للمناخ العدائي الذي صنعته ميليشيا الحوثي ضد رموز الكلمة والقلم وقال العديني إن الصحافة كانت هدفا لنيران الميليشية منذ يومها الأول وبشكل معلن كان زعيم الميليشيا الحوثية يحرض ويشيطن الصحفيين في خطاباته الحكومة من جهتها دانت جريمة محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب محمد شبيطة بإطلاق الرصاص على سيارته أثناء مروره في أحد شوارع العاصمة المختطفة صنعاء والذي أسفر عن إصابته بطلق ناري نقل على إثره للمستشفى ومقتل أحد أقربائه وإصابة نجله وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن هذه الجريمة النكرى تأتي في ظل تزايد غير مسبوقة لأعمال القمع والتنكير الذي تمارسه ميليشيا الحوث الإرهابية ضد السياسيين والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين بهدف تكميم أفواههم وتثنيتهم عن التعبير عن أراغهم وعدم تبني قضايا المواطن وعشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي حاولت تسميم عضو البرلمان القاضي أحمد سيف حاشد واقتحمت منزل الصحف في خالد العراسي واختطفته وأخفته كما اختطفت خبير المواصفات والمقاييس المهندس محمد المليكي فيما تواصل اختطاف القاضي عبد الوهاب قطران وإخفائه قسرا منذ أربعة أشهر قالت مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي أجبرت سبعة مختطفين في سجونها على الإدلاء باعترافات كاذبة أمام الكاميرا استعدادا لبث فيديو جديد ونقل للمصدر أولاين عن المصادر قولها أن المختطفين السبعة خم من أبناء محافظة عمران اختطفتهم الميليشيا قبل نحو ثلاث سنوات وما زالوا في سجونها وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا أجبرت المختطفين السبعة على الإدلاء باعترافات أمام الكاميرا وفبركت مشهدا أحضرت فيه ثلاحا ووثائق مزورة وتهدف الميليشيا وفق المصادر إلى بث فيلم اعترافات جديد تتهم فيه المختطفين السبعة بأنهم خلية تابعة للعدوان وذلك بهدف رفع سقف مطالبها في أي مفاوضات قادمة في ملف الأسرع أعلنت الحكومة السويدية تعهد عدد من الدول والجهات المانحة بتقديمه سبعمائة وواحد وتسعين مليون دولار كتمويل جديد لمعالجة حالات الطوارئ الأكثر الحاحا في اليمن خلال ما تبقى من العام الجاري جاء ذلك في بيان لها عقب الاجتماع الإنساني السادس لكبار المسؤولين الإنسانيين في اليمن المنعقد أمس الثلاثة في بروكسل والذي استضافته السويد والمفوضية الأوروبية وقالت الحكومة السويدية في بيانها إن اليمن يواجه خطرا حقيقيا لحدوث مجاعة حادة حيث يعاني أكثر من سبعة عشر مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي من جهة وصف المجلس الترويجي للاجئين وصف الاجتماع بالفاشل وذلك لعدم تمكن المانحين من تقديم الدعم الكافي لما يصفه اليمنيون بالكفاح اليومي من أجل البقاء وحث المجلس النرويجي للاجئين حث المجتمع الدولي على تكثيف وزيادة التمويل الذي يلبي الاحتياجات اليومية لليمنيين ويشمل ذلك استئناف برنامج المساعدات الغذائية في جميع أنحاء اليمن وتوسيع نطاق الدعم الموجه لبرامج الأمن الغذائي والتغذية والمياه أكدت دولة الكويت موقفها الدعم للحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية وفقا للمخرجات للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 22-16 جاء ذلك خلال مشاركة سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا في الاجتماع السادس على مستوى كبار المسؤولين المعني بالمساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن المنعقد في بروكسل بدعوة مشتركة من الاتحاد الأوروبي ومملكة السويد وشد السفير العنزي بالجهود الأممية في تعزيز الهدنة التي جاءت في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية دشن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز اليوم دوارات وأنشطة وبرامج توعوية لسائقي المركبات العسكرية في دائرة النقل بالتزامن مع فعاليات أسبوع المرور العربي وأشهد رئيس الأركان بدور رجال المرور في خدمة المجتمع وسلامة أفراده ووجه بسرعة استكمال ترقيم المركبات الخاصة بالقوات المسلحة لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار وضبط المخالفين في حركة السير وقواعده وأدابه وشدد رئيس الأركان على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلامة المرورية وحثى سائقي المركبات العسكرية على الالتزام بالنظام والقانون وأن يكونوا قدوة في الالتزام بقواعد السير والتعاون مع رجال المرور أكد وزير الداخلية اللواء الروك إبراهيم حيدان على دور الشرطة النسائية في تعزيز الأمن والاستقرار ودور المرأة الريادي في عملية البناء والتنمية جاء ذلك في كلمته للمشاركات في الورشة المنعقدة بمقر شرطة النسائية بالعاصمة المؤقتة عدن حول أهمية دور الأدلة الجنائية في اكتشاف الجريمة التي تنظمها الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليابن ودعم السلام والوصول للعدالة الممول من حكومة مملكة هولندا وشدد حيدان على أهمية الدورات التدريبية والتاهلية في رفع مستوى الشرطة النسائية واكتساب مهارات جديدة للتعامل مع الجرائم الجنائية وطلع وزير الداخلية على تجهيزات معمل الأدلة الجنائية بمدرسة الشرطة النسائية نظم عشرات المواطنين وقفة احتياجية يوم أمس أمام المجمع القضائي في مدرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن للتنديد بمواصلة احتجاز الشيخ مهدي العقرب والمطالبة بسرعة الإفراج عنه ورفع المحتجون لافتات تطالب السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها والتوجيه العاجل لإطلاق سراح الشيخ مهدي العقربي وقال المحتجون إن عملية احتجاز الشيخ العقربي تندرج في إطار الحرب التي تستهدف عدن بخدماتها الأساسية وأعيانها وشخصياتها الاعتبارية الفاعلة والنزيهة وكل من يريد النهوض بها أخضعت ميليشيا الحوثي العديد من القيادات الموالية لها لتدريبات عسكرية تدشينا لما أسمته التعبية العامة في الجانب الرسمي ضمن مرحلة التصعيد الرابعة التي أعلنت عنها قبل أيام وقالت وسائل إعلام حوثية إن مهدي المشاط ويحيى الراعي وعبد العزيز بن حبتور وقيادات أخرى شاركت في مناورة عسكرية رمزية بعد تأديتهم لعدد من التدريبات القتالية وإطلاق النار بمختلف العيارات في إطار برنامج تأكيل عسكري متعدد الميادين والتخصصات لأتي ذلك بالتزامن مع المعسكرات الصيفية التي تقيمها الميليشيا للطلاب بهدف تعبئة الناشا في مناطق سيطرتها بالأفكار العنصرية المنسجمة مع الأجندة الإيرانية المفخخة في المنطقة عودت ميليشيا الحوث الإرهابية تهديداتها باستهداف المنشآت النفطية الحيوية في خطوة تكشف عن مدى حقدها على الشعب اليمني ومصالحه الحيوية وهي خطوة سيكون لها تداعياتها على معيشة الناس وجهود السلام والتهدئة والهدنة النسبية الراهنة نتابع الزيارة الرئاسية الأولى من نوعها إلى مارب أثارت إلى جانب المخاوف ضغائن الحقد الحوثي على مدينة طالما ذل غروره المدعوم إيرانيا تحت أقدامها الظافرة ثم جاء الحديث عن مبادرة مارب في دعم عدن بوقود الكهرباء لتتخذ منه الميليشيا متنفسا لإطلاق تهديداتها بضرب منشآت صافر النفطية التي تمد العاصمة المؤقتة عدن بالوقود الطاقي مراقبون محليون رأوا في التهديد الحوثي إفصاحا صريحا عن أنانية عصابة عنصرية شطرية بالنظر إلى غيظها المريض من حصول عدن على الدعم بالوقود الوطني من مارب ومنهم من اعتبر التهديد بيان إعلان حرب وهروبا حوثيا إلى الأمام من أي تسوية سلام محتملة بالإضافة إلى أن الميليشيا تستند إلى سوابق قصفها الإرهابي لميناء أي الضباب حضر موت وقنا بمحافظة شبوة ما أدى إلى توقف تصدير النفط وعجز الشرعية عن تدبير الموازنة العامة لعامين متتاليين الأمر الذي دفع الميليشيا لمعاودة التهديد باستهداف المصالح القومية للبلاد المرتبطة اقتصاديا بمعيشة المواطنين وخدماتهم ومرتباتهم وقيمة العملة المتدهورة باستمرار منذ توقف الصادرات النفطية والتنظيم الحوثي الإرهابي يرمي من تهديده باستهداف منشآت صافر لاستعراض قدراته في الإضرار بالشعب اليمني وتعميق مأساته الإنسانية الأسوأ في العالم غير أنه إذ يهدد أكثر من يدرك أن ليس في مارب إلا الحديد والنار ودروس التاريخ القاسية أوقفت ميليشيا الحوثي الإرهابية مستحقات العشرات من عمال النظافة في محافظة إبلي شهر إبريل الماضي تمهيدا لنهبها وقالت مصادر مطلعة إن المدعو حسين الشمري أوقف مستحقات نحو سبعين عاملا لشهر إبريل الماضي بحجج ومبررات واهية وأوضحت المصادر أن العاملين الذين أوقفت الميليشيا الحوثية مستحقاتهم يعملون في الميدان وبينهم كبار سن ونساء يشار إلى أن صندوق النظافة الخاضع للحوثيين في إب يتعاقد مع معظم العاملين مقابل مبالغ زهيدة لا تتناسبوا المجهودات التي يفذلونها في حين تذهب عوائد الصندوق إلى جيوب قادة الميليشيا يوصل المعلمون النازحون والمنقولون إلى تعز احتجاجاتهم للمطالبة بصرف مرتباتهم وسط مطالب لوزارة المالية بإطلاق مرتباتهم المتوقفة منذ خمسة أشهر وكأنه لا يكفيهم النزوح والفقر والحاجة ومرور رمضان وعيد الفتر وهم ينتظرون رواتبهم الموقوفة لأربعة أشهر متتالية والله لنا خمسة أشهر هذا الشهر الخامس على التوالي ونحن بلا مرتبات قال المسؤولين بالطبع وعود كل كلامهم هو عبارة عن وعود وتسويف ومماطلة يعني هذه الكشوفات كشوفات الراتب قد وصلت إلى المالية قبل شهرين تقريبا وإلى الآن وما زالت في المالية ما الذي تصنعه في المالية وما الذي تعمله بالمالية الله أعلم رواتبنا المنقطعة للشهر الخامس على التوالي ونحن نبدو الرواتب أتى رمضان استبشرنا خير بقدم رمضان لعل قلوبهم يعني ترق وتحين على أهلنا وأطفالنا أتى من بعده العيد والحال ما زال على ما نعمل على يلمهم عليه تصور أن أغلقنا أبوابنا على أطفالنا بسبب أنه لن نجد ما نوفر لهم من مستزمة العيد الراتب أصبح ضمانا اجتماعيا للموظفين فكيف بالمدرسين النازحين والمنقولين إلى تعز الذين لن تضف لهم زيادة الثلاثين في المئة التي صرفت لبقية موظفية الدولة وبالتأكيد لن تصرف لهم العلاوات هناك تقاعس من قبل وزير المالية والخدمة المدنية وكذلك رئاسة الوزراء بعدم صرف رواتبنا لمدة منذ خمس أشهر ونحن نطالب بذلك لأن الرواتب تعتبر مصدر أساسي لحياة الإنسان والبشر والأطفال فلذلك نطالبهم بصرف رواتبنا صرف رواتب المعلمين المنقولين والنازحين إلى محافظة تعز وبشكل شهري أسوة ببقية الموظفين الدولة اثنين اعتماد الزيادة ثلاثين في المئة لجميع المعلمين المنقولين والنازحين والتي تم صرفها لجميع موظفين الدولة من قبل الحكومة الشرعية ولم تصرف للمعلمين النازحين ثلاثة صرف العلاوات السنوية والتي صرفت لجميع الموظفين من قبل الحكومة الشرعية أي ظلم يطال آلاف المدرسين وهم يعملون بالميدان بالانقطاع ويرعون أسرا وأطفالا لم نفكر بهم أحد فكيف يعيشون ويتدبرون أمرهم في ظل غلاء طال كل مناحي الحياة تعرضت البنية التحتية لمحافظة المهرى لانهيار كبير نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت المحافظة خلال الأيام السابقة وطالبت قيادات السلطة المحلية المجلس الرئاسي والحكومة بالوقوف إلى جانبها في إعادة تأهيل المشاريع المتضررة خلال أشهر قليلة تعرضت هذه المحافظة لانهيار كبير في بنيتها التحتية نتيجة إعصار تيج وما لحقه من منخفض جوي منذ عدة أيام جعل السلطة المحلية تقف متحسرة على جهودها التي تلتهمها السيول من فترة لأخرى فغياب التخطيط وتنفيذ المشاريع بدون مواصفات هندسية وهدر للمال العام دون إصلاحات حقيقية من أبرز الأسباب التي تقف وراء ذلك الانهيار بحسب ما تؤكده المكونات السياسية والمختصين بالمحافظة ومع كل زيارة تقوم بها قيادة السلطة المحلية للإطلاع على حجم الخسائر تناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للوقوف إلى جانبها في إحداث تنمية مستدامة تكون قادرة على تحمل أعباء الكوارث الطبيعية المتتالية الأضرار التي تعرضتها محافظة المهرة نتيجة الأعواصف والعاصير التي تمت مع الدورة المناخية الجديدة هذه حقيقة أن وضع صعب جدا يريد من الأخوة في الحكومة أن يتحملوا مسؤولياتهم مثل ما تتحمل السلطة المحلية جزء من المسؤوليات الأخوان في الميدان كلهم عسكر ومدنيين يعني ما نميز بين أحد كلهم يشتغلوا أنا أقل واحد أشتغل فيهم هم يشتغلوا أحسن مني وينزلوا ويتابعوا ويوجهوا والحمد لله الآن رجعنا الكهرباء ورجعنا الماء وإن شاء الله الطرقات وتم فتح الطرقات من حيث المبدأ لكن لم تصلح الطرقات فزيارة وزير الدفاع الأخيرة تزامنت مع أحداث منخفضة الجوية حيث قاما بجولة ميدانية لمعرفة الأضرار التي خلفها السيول ومطالبة الجهات المعنية للاهتمام بالمهر البوابة الشرقية للبلاد كثير من الأماكن والطرقات التي تم بجهود المحافظة التسجيدة وإصلاح البعض منها إلا أن هذه الأماكن لم تؤهل التأييل الكامل بحيث تعود إلى الوضع السابق وبالتالي بسبب هذه الأمطار أيضا نتجت كثير من الأضرار وكثير من الأماكن وتقطعات كثير من الطرقات لكن جهود الأخ المحافظة وبإمكانيتهم ذاتية يقوم بمصارعة هذه العطالات وهذه الانهيارات واستطاعوا أن يفتحوا الطرق ويعيدوا الكهرباء إلى السابق عهداء لكن تحتاج الأمور إلى الكثير من اللفتة الكريمة من مجلس القيادة الرئاسي ممثلا برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليبي وكذلك من قبل الحكومة بقيادة أحمد بن مبارك وكل الأخوة القائمين على هذه الأعمال والمؤسسات المقتصة وزارة الأشغال العامة والطرق وما بينها تلك الدعوات للقيادة السياسية وإن كانت متكررة في كل مرة يجدد المواطنون هنا مطالباتهم للحكومة وقيادة السلطة المحلية للقيام بدورهما في إعادة تاهيل ما دمرته السيول وتطوير بقية القطاعات الخدمية أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة في ختام هذه النشرة لكم منا أطيب التحايا نستبدعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة